تتساعد في أوساط المزارعين الأوروبيين بهدف لفت الانتباه إلى وضعية القطاع إزاء انخفاض مداخلهم وثقل الأعباء الإدارية والقواعد الأوروبية والتي أضحت أكثر فأكثر ثقلا تعبئة المزارعين امتدت إلى عدة دول أوروبية لتشمل على الخصوص تحركات ميدانية تمثلت في إغلاق الطرق السيارة وملتقيات الطرق الرئيسية بتوابير طويلة من الجرارات والآلات الفلاحية بالإضافة إلى مظاهرات ومبادرات تحسيسية غايتها التنديد بالظروف المعيشية للفلاحين وبوضعية القطاع الذي يوجد في حالة احتضار بحسب تعبيرهم الوضعية الحالية صعبة للغاية يلزموننا بتحمل الأعباء المالية والإدارية والقواعد الأوروبية ما يفقدنا الكثير من التنافسية في المجال الزراعي على الصعيد الأوروبي وبلورت هذه الحركة التي انتشرت بشكل خاص في بلجيكا غضب الفلاحين ضد قوانين الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى مكافحة تغيير المناخ واستعادة تنوع البيولوجي لكنها بحسب المتظاهرين الفلاحيين لا تولي اهتماما كبيرا لمشاكل العاملين في القطاع والذين يواجهون الخفاض الربحية والمنافسة والتي تعتبر غير عادلة من منتجي بلدان أجنبية نريد توحيد نطاق العمل على الصعيد الأوروبي لا يعقل أن نعمل نحن وفق نطاق معين بينما في الدول الأوروبية المجاورة هناك نطاق آخر يسمح لهم بتجاوزنا على المستوى التنافسي المزارعون الفرنسيون ومن خلال احتجاجاتهم يمارسون الضغط على الحكومة التي وعدت بإجراءات جديدة لدعم القطاع الفلاحي بعد تصريحات أولية اعتبرها المهانيون غير كافية هذا فيما أطلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين مؤخرا الحوار الاستراتيجي حول مستقبل الفلاحة وهو منتدى مسؤول عن تشكيل رؤية مشتركة حول مستقبل المنظومة الزراعية والغذائية للاتحاد الأوروبي والذي من شأنه أن يعالج تحديات وفرص هذا القطاع بهذا في ضمان مستوى معيشي لائق للفلاحيين والمجتمعات القاروية في أوروبا اشتركوا في القناة